اشتركوا في القناة يأتي جميع الأنبياء والرسل وبالطبع كلنا نعرف أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام له ولدان الأول سيدنا إسماعيل من السيدة هاجر والثاني سيدنا إسحاق من السيدة سارة وبشرت الملائكة السيدة سارة الطاعنة في السن بسيدنا إسحاق ومن وراء سيدنا إسحاق سيدنا يعقوب اللي هو إسرائيل وامرأته ضائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ثم أنعم المنعم عز وجل على سيدنا يعقوب عليه السلام باثنى عشر ولدا اللي منهم سيدنا يوسف عليه السلام وجميع زرية بني إسرائيل يأتون من زرية أبناء سيدنا يعقوب عليه السلام فكانت النبوة في بني إسرائيل لفترة طويلة من الزمان حتى جاء آخر نبي لبني إسرائيل وهو سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام وكان لسيدنا إبراهيم عليه السلام مع ولدي سيدنا إسماعيل وهما يرفعان قواعد البيت دعوة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وفي العهد القديم كان هناك العديد من النصوص التي تتحدث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعن صفاته الخلقية والخلقية وكان هناك نبوءة لسيدنا موسى عليه السلام ولكن بعد بعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حذفوا معظم هذه النبوءات لكن بعض هذه النبوءات ما زالت موجودة في العهد القديم المحرف زي في سفر التسنية الإصحاح 18 قال فيه أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به ومعنى من وسط إخوتهم أي من بني عمومتهم من بني إسماعيل عليه السلام ومعنى وأجعل كلامي في فمه فهو لم يكن يقرأ ولا يكتب فكان صلى الله عليه وسلم أميا وكان سيدنا داود عليه السلام يترنم بأروع الأصوات ويقول أنت أبرع جمالا من بني البشر انسكبت النعمة على شفتيك لذلك باركك الله إلى الأبد ولما جاء آخر أنبياء بني إسرائيل سيدنا عيسى بن مريم بشر بالرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وكان على عادة يهود المدينة يذكرون كل ما يرفع من شأنهم ويخفون كل ما يحط من قدرهم فكانوا دائما ما يرددون للأوس والخزرج نحن أبناء الله وأحبائه اجتبان الله بالكتب السماوية ومن علينا بالأنبياء والرسل الكثر ولم يذكروا ولو مر أن الله عز وجل جعل منهم القرضة والخنازير وعبد الطاغوت ولم يذكروا للأوس والخزرك أنهم قد عبدوا العجل وأنهم قطعوا رأس سيدنا يحيى عليه السلام وحاولوا قتل سيدنا عيسى عليه السلام وكان يهود المدينة ينتظرون كدوم رسول آخر الزمان وكانوا يظنون أنه من بني إسرائيل ولكن الله عز وجل استجاب لدعوة سيدنا إبراهيم وجعله من بني إسماعيل فلما بعث الله عز وجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من العرب كفروا به كبرا وحسدا وبغيا وظلما وعدوانا ألقى يهود المدينة خلف ظهرهم ما في التوراة من علامات نبوته وصدق رسالته ووجوب اتباعه من جميع البشر ويا للعجب اقترف يهود المدينة نفس الذنب الذي اقترفه إبليس مع آدم عليه السلام وهو الكبر والحسد وسلكوا نفس سبيل قابيل لما قتل أخيها بيل كبرا وحسدا لم يكن عند أحبار يهود المدينة نسبة شك ولو واحد في المية أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس هو نبي آخر الزمان ورغم ذلك كفروا به وما منعهم من ذلك إلا كبر وحسد وحقد تزول منه الجبال فهل تتوقع ممن قتل نبي من أجل بغي من أنبياء بني إسرائيل أن يسارع للإيمان بنبي آخر الزمان وهو ليس منهم وسبحان الله لعل الحسن الوحيد ليهود بني إسرائيل أنهم هيئوا الأرض في يثرب لاستقبال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والمسارعة في دخول الإسلام فقد باع هؤلاء اليهود أنفسهم للشيطان وكفروا بما أنزل الله عز وجل من الكرآن الكريم وامتلأت قلوبهم حسدا وكبرا أن يكون نبي آخر الزمان ليس من بني إسرائيل بل من العرب فكان عاقبة أمرهم غضبا على غضب من الله وعذابا إذ استبدالوا الكفر بالإيمان إذ استبدالوا الكفر بالإيمان ظلما وحسدا فلما أنزل الله عز وجل من فضله الكرآن الكريم على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به فرجعوا بغضب من الله لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد غضب لما حرفوا التوراة وللجاحدين والكافرين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان عذاب مذل مخزي مهين وتأمل معي أخي الكريم حال هؤلاء المتكبرين يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يخشاهم الذل من كل مكان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء المتكبرون يوم القيامة ليس لهم وزن ولا مقدار فهم مثل الغبار الذي يدخل مع أشعة الشمس من النافذة وهؤلاء المتكبرون يطأهم الخلائق من كل مكان ودائما ما تقتل نار الحسد صاحبها قبل أن تصل إلى المحسود قال فضيلة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه ادعى اليهود الذكاء والفطنة والتفوق في البيع والشراء ولكنهم أتموا تجارة خاسرة باعوا أنفسهم واشتروا الكفر فخسروا الخسران المبين فاستحقوا الخزية في الدنيا بالطرد والقتل والسبي واستحقوا العذاب المهين في الآخرة وكان أولى بهم أن يشتروا أنفسهم بالإيمان والتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم وسبب بغي اليهود على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الحسد أن تأتي الرسالة إليه وهو الحسد على العرب أن يكون الرسول منهم فالبشارة برسول آخر الزمان جاءت في الطورات والإنجيل وظن اليهود أن نبي آخر الزمان سوف يأتي منهم فهم شعب الله المختار ولقد اختبرهم الله عز وجل مرات عديدة فكذبوا فريقا من الأنبياء وقتلوا فريقا فنزع الله منهم الرسالة وجعلها في غيرهم من العرب فكانت أمة العرب فيها خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء ولماذا كان العذاب مهين وليس أريم؟ ذلك لأن العذاب المهين أكثر إيلاما للنفس من الألم نفسه كما لو أنك صفعت فتوة في وسط منطقته وتحت سيطرته فوقع على الأرض فبعد ذلك لا يستطيع الفتوة أن يتقبر أو يتكبر في هذه المنطقة فألم الإهانة أشد من أنم الصفعة فأشد الألم على النفس المتكبرة أن تذوق من كأس المهانة والذل لاحظ معي أخي الكريم ذكر الله عز وجل في هذه الآية قضية خاصة وهي قضية يهود يثرب وكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم ثم يأتي بحكم عام يشمل جميع الكافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم فهم يستحقون جميعا العذاب المهين ولما علم اليهود الحق ثم تركوه ثم حاربوا استحقوا تراكم الغضب ونحن في الفاتحة نقرأ غير المغضوب عليهم ونقصد بذلك اليهود وكان لأحبار يهود يثرب قبل الإسلام رغض العيش والسلطة والشهرة فخشوا من زوال تلك المكاسب الدنيوية لو اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم ورغم علمهم بصدق محمد صلى الله عليه وسلم فضلوا الدنيا على الآخرة ولم ينفعهم الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم بل خسلوا كل شيء أموالهم ورئاستهم وتردوا من المدينة ومنهم من قتل ومنهم من سبية وكان ذلك من خزي الدنيا ثم يأتي يوم القيامة بالعذاب المهين الفرق بين شرى واشترى شرى يعني باع وترك وأخذ الثمن ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوخ بالعباد أما اشترى فمعناها أقوى طلبة واستبدلة وبذل الثمن بتحس حضرتك في كلمة اشترى أن فيها عملية تجارية فيها بيع وشراء فيها هات وخد فيها سلعة وثمن فلما نقول أنا اشتريت بنطلون بمئتين جنيه معنى كده أن فيه سلعة اللي هي البنطلون وفيه ثمن اللي هو المئتين جنيه وفيه عملية تجارية وفيه شاري وفيه بائع قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فنجد في هذه الآية الكريمة أن السلعة هي الجنة والثمن هي أنفس المؤمنين وأموالهم جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر